تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالنور والسرور والعافية ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية الرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي الرحب بفريق العمل في الإعداد لدينا فريق هيئة الصحة في دبي ومعانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة ومخرجنا المبدع دائما وأبدا أي من سرحيل اليوم في التقديم مستمعين الأعزاء بكونوا بروحي معاكم الدكتورة هند العواضي وأوجه تحية لآمنة أكيد حين قاعدة تسمعني آمنة مكانة خالي تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا عبر برنامجنا عن طريق الأرقام التالية 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006 حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالأخبار المحلية وآخر مستجدات كوفيد ورح نتحدث عن صحة الجهاز الهضمي ورح نتحدث عن أمراض القلب لدى النساء بس قبل ما نبدأ مستمعين الأعزاء حلقتنا اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة وأنا يعني بما أني يعني موجودة في على هذا المنبر أنا حابة يعني أهني جميع النساء المتواجدات في الإمارة وفي الدولة وفي العالم بهذا اليوم وأنا حابة أقول لكم أنه مو بس اليوم هو يومكم كل يوم هو يومنا وهو شكر خاص للطاقم الطبي اللي بذل الطاقم الطبي النسائي طبعا اللي بذل المستحيل وبذل الكثير من الوقت والجهد عشان يكافح هذه الجائحة أنا حابة أقول أني أنا جدا فخورة أني من ضمن خط دفاعنا الأول وفخورة جدا فيكم أنتوا يا نساء أني كنتوا من أوائل الناس في خط دفاعنا الأول وأكيد يعني ما كنتوا بتقدرون تسوون هذا الشي بدون الدعم اللي قدمتها لك عائلتكم من العائلتتكم من الأمهات والأبهات وأطفالكم وأزواجكم ويعني عزيزاتي إحنا يعني كل سنة وأحنا بألف خير كل سنة وأحنا أقوى وكل سنة وأحنا نطور من نفسنا ونجدد من نفسنا وعزاها تكون سنة خير وبركة علينا كلنا وعشان ما أطول زيادة ويزعلون علينا الريايين نكمل باقي فقرات الحلقة نتحدث عن خبر اليوم اللي يقول مستخلص الشاي الأخضر يغير من ملامح الأطفال المصابين وبمتلازم الدون حددت مجموعة علامة دولية تأثير مكمل الشاي الأخضر في تركيبة وجه الأطفال المصابين وبمتلازم الدون واتضح أن مقدار الجرعي حدد هذه التغيرات المعتدلة تحسن من الملامح والزائدة تزيد من تشوخها وأشارت مجلة scientific report أن متلازمة دون هي مرض وراثي يوجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان 46 كروموسوم في حين في خلايا المتلازمة المصابين دون هي 47 كروموسوم وطبعا هذه الخاصية تأثر في تطورهم الجسدي والفكري وبما أن نحن كلنا نعرف أن الكروموسوم تحتوي على جينات تحدد عمل جميع أنظمة الجسم وعند وجود هذا الكروموسوم الإضافي يتغير تطور جسم الإنسان على سبيل المثال الجين DYRK1A الذي يغير الكروموسوم الإضافي في نشاطه يتحكم في تكوين بنية الدماغ وتغير نشاطه ملامح الخارجية وسلوك المصابين وبمتلازمة الدون وقال العلماء بأن مادة EGCG أحد مكونات الشاي الأخضر تكبح نشاط هذا الجين الذي ذكرت لكم إياه سابقا وقال الدراسات السابقة أن هذه المادة بإمكانها أن تحسن قدرتهم على التفكير وقررت المجموعة العلمية الدولية التي ترأستها علماء من أسبانيا وبلجيكا وقرروا أن يكون يحددون إلى هذه المادة بالفعل قادرة على إحداث تغيرات في تطور ملامح الوجه عند المصابين بمتلازمة دون أو لا والخلاصة أنه مستخلص الشاي الأخضر بالفعل يأثر في المراحل الأولى للحياة لما تنمو جمجمة الطفل وينمو وجهه بنشاط هذا كان خبرنا لليوم وننتقل لأسما الجناحي اللي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخير أسما خبحتم الله بنور سرورة بكرة عليكم على كل وسمعيني ذاعة نورتبي كل سنة وانتي بخير يا أسما وكل سنة وإحنا النساء في ألف خير وبركة شو عندك من أخبار حقنا أسما منظر الأشياء اللي قاعدين نحطها في قنوات الاجتماعي طبعا اليوم بكل يوم المرأة ونتمنى لها يعني يوم مميز وهي لها جزء كبير في نشر الوعي في المجتمع سواء كانت الأم أو كانت الموظفة أو كانت الأبنة وكانت يعني الجدة وان شاء الله عليهم هم دائما الدعم وهم أصل نظر المعلومة للأسرة أيضا نحن نتكلم شيء عن الأشياء الزقطات في قنوات الواصل الاجتماعي من الأشياء اللي وايد مهمة أن نحن نركز على الحملات التطعيم الموجودة فيه هذه الصحة وأن الحملة تستهدف مجموعة من الفئات من ضمنها المواطنون المقيمون حامل إقامة دبي سارية من عمر 40 سنة فما فوق كبار السن عمر 60 سنة فما فوق من القاطنين في إمارة دبي ويحمدون إقامة إمارة أخر أصحاب الأمراض المزمنة من حامل إقامة دبي أصحاب الهمم من حامل إقامة دبي مواطن ومجلس التعاون الخليجي ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية هذول كلهم دكتور يقدرون أن يحجزون من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الرقم الموحد اللي هو 834 بالنسبة لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية يمكن أن يحجزون من خلال التنسيق المباشر بين الجهات وبين الهيئة تقريبا زي من الأشخاص يسألوننا من الأسلام شو أو المصنفين من ضمن المهن الحيوية هي المهن المشابهة لغطاء التعليم والبيدية والطرق والمواصلات الأشياء الشبيهة لهذه التخطفات تعتبر من ضمن المهن الحيوية بس الأكل أيضا أن جميع مرافق هذه الصحة هي من خلال الحزة مواعيدة المسبقة ويكون مهم أن الأوشة يسألوننا عن الأمار الننظر والمسج اللي واصلنا عشان أنه يقدر يحفظ الخدمة فهذه بخصوصة التطعيم وأهم شيء أن الأشخاص يستمرون في التزام بالإجراءات البقائية والإحتراثية اللي هي مثل ما نسميه المثلث تناصر إيدين لبس الكمامة والتباعد الجسدي ممكن نخليها نتعايش معها ويكون جزء من حياتنا اليومية مثل ما نسمونها النيو نورمن وهذا يعني كل ما الإنسان شاف أن هالأشياء تقيدة كل ما قال أنه إنسان حزين كل ما أنه قدر يتعايش مع الأوضاع للطير كل ما قادر بالساعات عالية فنحن نتمنى للجميع والمرأة تحديدا اليوم بمنه يوم المرأة العالمي أن نحفظ على الصحة النفسية لأنها هي جدا مهمة وهي لها ارتباط خبير بوايد مشاكل صحيح ونتمنىكم يوم سعيد ونتمنى للنساء يوم مميز ودمتم بصحة وسعادة ودمتي بصحة وسعادة كانت معانا أسم الجناحي وعطتنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت فيه بالتفصيل عن الفئات اللي احنا مستهدفينها في المرحلة الثانية من مراحل لقاح كوفيد مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقرة التغذية وصحة الجهاز الهضمي والمناعة فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة لتقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء برقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة وواحد أربعة وواحد أربعة أو عبر الرسائل النصية القصيرة أربعة صفر صفر ستة كانت معنا قبل الفاصل أسمى الجناحي وعطتنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 اللي بدأتها هيئة الصحة في دبي وطبعا المرحلة الثانية تشمل فئات أوسع وأيضا غيرنا شوي في الفئات العمرية أيضا عشان بس أعيد عليكم باختصار الحملة ما زالت تشمل المواطنين المقيمين ولكن أحين المقيمين اللي حاملين إقامة دبي اللي عمرهم فوق الأربعين سنة قبل كان ستين أحين صار أربعين وأحين أيضا صارنا نغطي كبار السن اللي فوق الستين سنة اللي هم القانطين في إمارة دبي ولكن عندهم إقامة من إمارة أخرى هذه كانت إضافة مستمعينا وما زلنا نقدم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمام ووظفنا أيضا مواطنون دول مجلس التعاون اللي عندهم بطاقة هوية هاي كانت الإضافة وما زلنا نوفر التطعيم لخط دفاعنا الأول والمهن الحيوية بس هذا يتم بالتنسيق مع هاي أتناول المؤسسات اللي يشتغلون فيها وبالنسبة للأعمار أحين صار لقاح بايزر بايونتيك وساينو فارم ينعطى للي في عمرهم 16 سنة وطالع لقاح أكسفورد أسترازينيكا ينعطى لأي حد عمره 18 سنة وطالع ومن لقاح كوفيد 19 ننتقل للتغذية وصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة نحن كلنا نعرف أن التغذية مهم جدا ويرتبط ارتباط وثير بيء جهازنا الهضمي سواء كان في صحته أو في مشكلاته الصحية أيضا وعشان نتحدث أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية الأستاذ عبير عبدالله صباح الخير أستاذ عبير صباح الخير الله يعافيكم العافية لو شوي نبدأ ونحدث المستمعين نحن دايما نحب نبدأ من تعريفهم بالموضوع وبعدين ننتقل إلى التخصص موضوعنا فأول شيء أستاذ تحدثينهم عن أهمية صحة الجهاز الهضمي وشو تأثير هذا الشيء على مناعة جسمهم صحيح شوفي هو الجهاز الهضمي يعني هو من أهم الأجهزة بالجسم بيأثر على كل شيء يعني أي شيء بناكله بيأثر على كل بقية الأجهزة بالجسم وكتير مهم أنه نحافظ على صحة الجهاز الهضمي لنحافظ على صحتنا بشكل عام ومثل ما نحن نتفقنا نحكي اليوم عن موضوع المناعة دايماً المناعة الناس بيفكروا فيها شو الفيتامينات اللي بتفيد بتأوي المناعة شو الأكل اللي بيأوي المناعة بس في كتير ناس ما بينتبهوا إنه المناعة مرتبطة بشكل أساسي بصحة الجهاز الهضمي يعني لما يكون الجهاز الهضمي تعبان بأسر سلبياً على المناعة أيها أنا قاطعت وانت بتقاطعين أستاذ عبير ننتقل لسؤالنا الثاني اللي هي دراسات عديدة تتحدث عن الغذاء السليم وهميته للجهاز الهضمي هل في نوع معين من الأطعمة أو نمط محدد للتغذية يقدر يحمي جهازنا الهضمي؟ صحيح هو دايماً طبيعي إنه الأكل الصحي الغذاء الصحي اللي دايماً نحكي عنه أو الطبق الصحي الأكل المتنوع اللي بيكون بعيد عن الأكلاك المعلبة أو المعالجة يعني الأكل مثل ما هو الخضارف طبيعية اللحوم طبيعية مش أكلات معالجة أو من ضفلة كتير مواد حافظة والجزئية اللي نحن كتير هنركز عليها اليوم هي البكتيريا لجوه الجهاز الهضمي لأنه هي هاي أساسية بصحة الجهاز الهضمي وبتأثر بشكل أساسي على المناعة هلأ دايماً الناس لما تسمع بكتيريا بيفكروا إنه شي ضار هلأ إحنا عنا بكتيريا كمية كتير كبيرة بالجهاز الهضمي في منها ضار وفي منها مفيد مش بس مفيد ضروري للجهاز الهضمي يعني إذا ما كان موجود أو صار في اختلال بكمية هاي البكتيريا أو نوعيتها بيتأثر الجهاز الهضمي وبصير في عنا مشاكل بالجهاز الهضمي وبنفس الوقت بيأثر على المناعة هاي البكتيريا موجودة طبيعياً يعني ربنا خالقها بالجهاز الهضمي بس طبيعة الأكل اللي بناكله بتأثر عليها بشكل كبير بينقص العدد أو بيزيد أو حتى نوعيتها الموجودة بتصير أقل جودة فبيأثر على صحة الإنسان أحياناً كمان الأدوية اللي بناخدها بتأثر على البكتيريا خاصة الأنتيبيوتك المضادات الحيوية لأن المضادة الحيوية بيقتل البكتيريا بغض النظر ميحة أو ضارة فاللي بياخد كثير مضادات حيوية تنقص كثير عنده البكتيريا النافعة على الجهة فهذه اللي تبصدين فيها أستاذ البروبيوتك هل هذه أيوة أيوة هي المايكروبيوتا بناخد لها بروبيوتك عشان نزيد أي دايماً ننصح اللي ياخذ كورس من الأنتيبيوتك الأطباء أيوة طبعاً ننصح الطبيب أنه يأخذ مايكروبيوتا لأنه بتأخذ الشكل الطبيعي اللي يرجع بعد الدواء كذا شهر لترجع لطبيعتها إذا ما أخذت صحيح صحيح هلأ هي الأكلات الموجود فيها البروبيوتك طبيعياً الأكل المخمر أو يعني كيف نحن عنا أكتر شي اللي فيه الرغب أوكي الروب أو اللبان فيه كثير تروبيوتك كثير بيساعد على أنه يعبد كميات البكتيريا إذا كانت نازلة مثلاً بس طبعاً مش أنه نأكل معلقة اليوم كميات يومياً مثلاً كوب من اللبان كوب يعني اللي تنظرين يعني كوب أو أكثر سادة إذا أكثر ما في مشكلة المنمم المقدار الأقل هو كوب بس ليش المحلة اللي هدا موجود بالسوق اللي فيه سكر كتير أكتر السكر اللي ما فيه ما فيه ما فيه خرابي طوائل كل ما كان الشي سادة كل ما كان أحسن بالفعل طحي طحي باللإضافات فينا نعمل قلبيت نحن مع مثلاً فواكه مجففة أو شي هذا شيء يعني مش مشكلة بسير طمام هلأ قائمة الرذاء اللي ممكن يضر جهازنا هلأ الجهاز الهضمي بيضره كتير إشيال الإشيال اللي عالية بالدهون الإشيال قبل شوية المعالجة يعني اللي بتكون مثلاً متكف النقانق هاي الإشيال اللي تعالجت أكتر من مرة بعدما كانت لحمة طبيعية تعالجت فصار فيها إضافات ضارة أيوة أحياناً يعني في دراسات بتقول أن السكر المحليات الغير طبيعية تناولها بكثرة على سترات طويلة بيأثر على الجهاز الهضمي وعلى البكتيريا بالجهاز الهضمي وطبعاً اللي التناول الألياف لازم ناكل الألياف يومياً توصيات من 25 إلى 30 جرام يومياً بنحافظ على جهاز الهضمي وهي الألياف تعتبر بعض منها بريبيوتك بيسموها اللي هي غذاء البروبيوتك يعني هو البروبيوتك والبكتيريا بيتغذى على البروبيوتك البروبيوتك بيجي من الألياف استاذة يومي دولين 25 30 أنا شوي أحس صعب أن الواحد يقدر صعب صحي يعني مثلاً إذا بدنا نوصل لهاي الكمية فينا ناكل ثلاث حصص من الخضار باليوم شو حصص من الخضار مثلاً كوب مقطع مثلاً من الخاس كوب صغير مقطع هذا حصة واحدة من الخضار إذا أكلنا صلطة فيها حب الطماطم مع حب خاص مثلاً بمقدار كوب كوب ونص مع حبتين فواكه خلال اليوم مع أن يكون الخبز اللي من نتناول ومثلاً من الحبوب الكاملة يعني أي وأصلاً تقريباً بها الطريقة من نوصل لل توصيات المفروض نوصل لها بس نحاول دائماً بكل الوجبات يكون في خضار إذا أخذنا خبز يكون حبتين لثلاث حبات فواكه يومياً ضروري جميل إذا تريد أمن صحيح في مرة الناس لا يقدرون ناخد مكملات طبيعية يعني بس هذه يمكن يستشيرون فيها أخصائي أو يعني دائماً ما أنصح الشخص على الطول يروح الصيدلية ويأخذ الأشياء يجعل عيادات أخصائي يساعدوهم بهذا الموضوع كيف يأخذها لأنه كمان الألياف ما فينا نبلش ناخدها بفجأة بميات كتير كبيرة يكون ما بناخد ألياف وفجأة ناخد ألياف كتير بصير فيه التلبك معاوي بصير فيه نفخة وجع لازم نبلش ها بطريقة تدريجية يعني ندخل بطريقة تدريجية للرسم هل في أشياء ثانية ممكن تزيد من قوة الجهاز المناعي غير البروبايوتيك غير أيوة الآن الفيتامينات أهم الفيتامينات التي تأثر على جهاز المناعة أكتر الناس تعرفها فيتامين سي العالم عايشين عليه حينها الفترة صحية وموجود كتير موجود كل الناس يعرفوا أنه موجود بالبرتقال هو موجود حتى بالفلفل الحلو الحلوة كتير موجود كمية كبيرة حتى في الكيوي كبير عالي الناس يتخيلوا أنه البرتقال بس في أشي فيها أعلى من البرتقال الكيوي يعني كمية الفيتامين اللي فيه أعلى من البرتقال صحية بحبة كيوي فيه أكتر من حمطات البرتقال باقي الفيتامينات بتأثر على مناعة مثل فيتامين A موجود بالأشي الملونة مثلا برتقال يكون لونها خاصة أو أصفر أو أحمر مثل الجزر مثل نفس الشي الفلافلة الحلوة هاي اللي ملونة لونها أحمر وفيه برتقال منها فيه الفيتامين دال دال معروف موجود بالشمس أكتر جيد مش موجود كتير بالمصادر الأكل ما منقدر نوصل للكمية اللي نحتاجها من الأكل ضروري التعرض للشمس يوميا تقريبا من 10 دقائق إلى 10 ساعة على حسب لون البشرة كلما كانت البشرة أغمى لازم نقعد بالشمس وقت أطول دائما نحن نحن نحك عن الاعتدال نتعد عن المبالغة بتناول الأشياء ونتبع دائما الصحن الصحي اللي هو يكون نص الصحن خضار فواكه ونص بروتين ونشويات بكل الواجبات دائما هذا تحرص إن يكون عم يتناول الشخص فيتامينات معادن أكل منوعة فيتامينات منوعة إن شاء الله ما بيصير عندهم نقص بأي شيء تمام يعني أستاذة شكرا على وقت الثمين وموضوع الشيق جدا أستاذة عبير عبدالله العفو شكرا لكم شكرا أستاذة ويعطيت ألف عافية الله يعافيك كانت معنا الأستاذة عبير عبدالله خصائي أول في التغذية السررية وحدثتنا عن التغذية وصحة جهازنا الهضمي وعلاقتها بالمناعة بناخذ فاصل قصير مستمعين الأعزاء وبنرجع لكم مع أمراض القلب وبالأخص عند المرأة صحة وسعادة نستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي أرجع أذكركم برقامة التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عبر الرسائل نصيل قصيرة 4-0-0-6 مستمعين الأعزاء أمراض القلب مثل غيرها من أمراض عديدة مزمنة ما تفرق بين الرجل والمرأة لكن الدكتورة جويرية يوسف آل علي استشاري أمراض القلب في مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي بتحدثنا اليوم عن مشكلات أمراض القلب لدى النساء بوجه على وجه التحديد صباح الخير دكتورة جويرية صباح النور أختي نفسه لك يا شكرا دكتورة بما أن اليوم يوم المرأة فأنا حاب أهنيت يعني أستغل الفرصة وأهنيت وأقول أن احنا جدا فخورين أن احنا عنا طبيبة مواطنة في تخصص جدا يعني يعتبر صعب في تخصص استشاري أمراض احنا جدا فخورين فيك وفخورين أنك من ضمن طاقم هيئة الصحة في دبي مشكورة أختي هذا طبعا كله بصغل توجيهات القيادة عندنا نحفزونا كلنا كحريم أننا ندخل أصعب المجالات الحمد لله يعني وحصلنا لدعم الكافي أن نوصل يعني نتخصص تخصصات صعبة الحمد لله دكتورة لو نحدث مستمعينا عن أمراض القلب بشكل عام يعني مفطلح أمراض القلب طبعا يضمن ويد أشياء ومفطلح عام يضمن الزبحة الصدرية مشاكل صمامات القلب ضعف عضلة القلب أو مشاكل كهرباء القلب وهذا كلها هي سبب الأول الوفيات في العالم كله والشي اللي يعني يزعل أن هالأشياء كلها ممكن الواحد يتفادها الواحد يسوي أشياء بسيطة قبل ما يصير عنده هذه الأمراض أن يتفادها فدكتورة هل في بما أن اليوم يوم المرأة فإحنا شوية خلينا نكون متحيزين لها ونتحدث عن الأمراض اللي ممكن يعني يتصي هل في أنواع معينة من أمراض القلب يصيب النساء دون الرجال دكتورة هو مب يصيب النساء دون الرجال بسيئة تكون أكثر عند الشريم يعني مثلا بتأثير الضغوطات النفسية تكون أكثر عند الحريم من الريايين وممكن حتى تؤدي لضعف عضوات القلب من غير ما تسوي مشاكل في الشراين فهذا دعم نشوف أكثر عند الحريم بعد نشوف عند الحريم أكثر مشاكل القلب خلال فترة الحمل لنشر ما تكون عادي عايشة حياة طبيعية ما في أي شيء ووقت ما تحمل بسبب ضغوطات الجسمية اللي تطير خلال فترة الحمل تبدأ مشاكل تظهر فتظهر مشاكل في صمامات القلب ومشاكل خلقية في القلب أو حتى مشاكل في ضعف عضوات القلب اللي تصير خلال فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة يعني دارك لبعد الولادة ففي أشيء شوية مختلفة عند الحريم حتى أمراض الشراين مثلا اللي نشوفها عند الريايل بس شوية الأعراض تكون مختلفة يعني الحرما ممكن ما تشكي منه يأثله قلب بس يكون رقبة والإضهار ولا يكون ضيق في النفس ولا ساعة في يكون لواقا بالأعراض ما تكون وايد واضحة عند الحريم مثل ما هي عند الريايل فعن يعني شوية وضع الخرما يكون مختلف مثلا احنا مميزين شيء اللي حزن انه ممكن انه نقي نفسنا من امراض القلب بطرق جدا بسيطة وقائية فلو تحدثينا دكتورة بالتفصيل عنها كيفية الوقاية والحماية قلوبنا من هذه الامراض اهم شيء ان الواحد يحاول يتعرف اذا هو عنده اللي احنا سمعهم عوامل الخطورة حتى امراض القلب خطورة شوية الضط السكر الوزن الزايد الكليسترول التدخين الناس اللي عندهم يعني في العائلة عندهم مويدين تاريخ عائلي تاريخ عائلي في الضط فاي حاج عنده يعني وهالأشياء ممكن الواحد يتعرف عليها بسهولة زيارة وحدة للطبيب يتيك الضط يتيك السكر يشوف الوزن الوزن يتناسب مع الطول ويتيك الكليسترول وأول ما نحصل هالأشياء نعالجها عشان تمنع أن أمراض القلب تصير على جنوعة جميل جدا دكتورة معنات أنماط الحياة هل لها علاقة بأمراض القلب وخاصة عند النساء عندنا هاي أكيد خلت الحركة والأكل الغيس وحي هذه من عوام الخطورة المعروفة حق أمراض القلب ستقين بعد واحد من أسوأ الأشياء اللي الواحد ممكن يسوي لنفسه لأنه وإذا الواحد نمط حياته صحي فأمراض القلب تقل عنده ومو بسجي إذا بدأ تصير عنده مشاكل في القلب يكتشفها أسرع من واحد نمط حياته غير صحي لأن مثلا إذا الواحد يسوي رياضة باستمرار يوميا رح يبدأ يشس على مجهول يعني اللي يرتض له ثلاثة كيلو في اليوم على نهاية الثلاثة كيلو بيبدأ يشس ورياضة فهما يشس بالمشكلة لأنه تصير خلاص المشكلة شديدة ويضطر يوميا يتحس تكون سمح الله على جوزة فلمط الحياة هو يدلح علاقة بأمراض القلب ودائما نقضي وقت كبير مع المرضى نشرح هالأشياء ونرد نذكرهم بهالأشياء لأنه شيء صعب لأن الواحد يلتزم فيه دائما الواحد يتويه الفترة بسيطة وبعدين يرد على الأول يرد على الأزائر ويرد على فيه من الأكل المبصحي فدائما الواحد يشتاج كثير بهالأشياء دائما في كل حديث مع كل طبيب دكتورة ألاحظ أن دائما هم يرجعون لنقطة أنماط الحياة الصحية وأن لها علاقة جدا كبيرة في وقايتنا من العديد من الأمراض وحين دكتورة أنت تأكدين هاي المعلومة أنه بالفعل فيه علاقة جدا وطيدة ما بين حمايتنا من أمراض القلب واتباعنا لأنماط حياة صحية دكتورة يعني أنا دائما أنصح الجميع أنه إذا ما أنتم بتغيرون نمط حياتكم تاخذون خطوات صغيرة بسيطة تقدرون أنكم تلتزمون فيها الفكرة أنك تلتزم بشيء بسيط على فترة طويلة أفضل من أنك أنت تاخذ ديسجن يعني قرار جدا كبير وما تلتزم فيه إلا يوم أو يومين أو يمكن أسبوع دكتورة أنت شو رأيت صح كلامك يعني هذا حتى متبتين في الدراسات أنه تغيير بسيط ومستمر أحسن من تغيير دراستك أو يعني كبير مثل فترة بسيطة وبعدين ترد نفس أول يعني أحيانا بس في الواحد يحتاج شوية يأخذ خطوات بسيطة وكلها تأثير أكبر على المدى للجعيد زي دكتورة من ناحية أنت ابتطاري الرياضة يعني شو تنصحين المستمعين ش كثير يمارسون رياضة أنت كطبيبة طبيبة قلبي يعني تنصحينهم نوع معين بمدة معينة دكتورة هو طبعا هو تأتمد على حسب الشخ أصلا ش كثير يسوي اللي موما تعود أنه يسوي أي شي لازم يبدأ على الأقل يعني خمس دقايق في اليوم يوميا أهم شي أن يكون يوميا أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع اللي طبعا اللي توصل فيه المنظرات العالمية لأمراض القلب أن يكون عندك يعني أقل شي ثلاثين دقيقة يوميا يعني يوميا خلال أيام الأسبوع يعني نقولي خمس أيام في الأسبوع ثلاثين دقايق يمكن الشخص ما يقدر أبدأ شوية شوية خمس دقايق شوية شوية يزيدهم المهم أن يكون شي مستمر دائما ربطها مثلا بوقت الصلاة لالواحد اللي نشح صلاة الفير وجوحل بعد صلاة الفير نشح خمس دقايق كل يوم اللي بعد يزيدهم شوية عشر رقايق شوية شوية يزيدهم أو مثلا قبل المغرب لعد الجوحل يقبل المغرب الواحد يقدر يمتعو رياضة في هالوقت أهم شي أنه يربطه بشي هو يسوي يوميا عشان لا يمتع عشان في خاص جزء من الطبع اليومي أن أنا كل يوم أسوي جميل دكتورة وشو عن الأكلة الصحيب إحنا بنستغل وجودك معانا اليوم تعطينا يعني الفقرة السابقة كانت عن الجهاز الهضمي والمناعة فأحين بشو الأغذية لطبيب القلب ينصح الأشخاص أن يأخذونها عشان تزيد من صحتهم مناعة تم دكتورة أهم شي طبعا أننا نستعد عن الأكلات البروست يعني الأكلات اللي فيها جهون الأكل المقلي هالأشياء نستعد عنها الكثير من الخضرات والفواكه الكثير من السمج لأن السمج فيه أوميغا 3 فهذا ويضمي انحق القلب دائما المرضى القلب ونقول لهم أقل شي هات مرة في الأسبوع أو 3 أو 3 أو 3 أو 3 أو 3 وطبعا يكون مشوي ما يكون ما يقضي أهم قال لي المثبت الكاب وحيدرات بس ما ما نشيلها كليا وحيدرات مواصفات للأكل الصحي طبعا زيت وزيت 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 في دراسة أثبتت هالشي بتحبلك زيت وزيت وزيت أو أو صلاطة وبس والواحد ينتبه هو شو قاعد يأكل نحن أحيانا يقرر كل شي صح بس ما ينتبهون على الكمية فلعبين العيش وائد أو الصبب وائد والوزن ما قاعد نجم عشان هالكباب فننتبه على الكميات نحاول نقلل الكميات خاصة الكربوهايبرا نزيد الخضرة والفوافق ونزيد 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 دكتورة لو تحدثين عن الخدمات الوقائية والعلاجية اللي تقدمها هي الصحافة في هذا الجانب لو تحدثين مستمعين عن الخدمات اللي تقدمونها طبعا غالبا أكوة أول مكان نشوف فيه المرضى في عياد في القلب فيها تشخص الحالات ونشوف عوامل إذا كان حتى الفان مش خالة قلب نشوف لأنهم عوامل خطورة ونعالجها ونعمل قطيات حق بالطبيب بالإسران على كيف يعالجها قديم عندنا قسم فشوطان في القلب فالحالات اللي تحتاج تخطيط قلب أو تصوير قلب بالموجات الفشوطية أو فحص الجلد نحولها على هذا القسم ونتوي فيها هالفشوطان وعدنا تعاون مع قسم الأشعة أن ننتوي فيها الأشعة المقطعية للقلب أو أشعة المناطس للقلب على حسب الحالات اللي تحتاج هالشي وعدنا بعد حملات توعية توية في المجتمع خاصة في اليوم العالمي للقلب عشان نوعيهم بعوامل الخطورة لأمراض القلب وأعراف أمراض القلب وعدنا بعد مجموعة إيادات تخصصية حق حالات معينة في القلب حق الحرين مثلا عندنا إيادة أمراض القلب عند الحوامل هذه تكون في المستشفى الطيقة بكثور من أدنى روحها ويتشوف يتابع مرضى القلب حوامل على ساف في أي توطيات تغيير في الأدوية أو في محاجر أي شخص ثانية يرتب هالمرضى وبعد أنه قصرة إذا النوضع استدعى سواء من تشخيص حالات أمراض الشرايين أو علاجها نحول المرض القصرة لها السفاة جميل جدا هل في نصيحة أخيرة حابت وجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معاك دكتورا بما أنه اليوم العالمي للمرأة بيستغلها بفرصة نأكلم من الحرين طبعا مسموح لك دكتورا مسموح لك مسموح لك فأحنا الحرين دائما نتلاقيين الحرين مجغولا بعيالها وعيلها وأمها وأبوها وفوالتها والأهل كلهم وتنزلت فهم شيء لا تنسل النسج وما راح تضر الشيء لأدف حرصي يعني الواحد يوحد يعني لو أنت مو متأكدة لها الشيء من القلب بس شيء ينضي ينضي روح يتخطي ما في شيء الحمد الله ما في شيء في شيء اكتشفنا قبل وعالجنا من قيل ما في خليف ومضاعصات فهو شيء ويد يعني لا تنسل النفس لأن يعني كما تعرفين يعني أكيد أخير كل مواضعكم عن يوم المرأة بس يعني الحرم هي أساس المجتمع وهي أساس البيت أنا أضم صوتي لصوتك دكتورة وأقول لهم ضعي نفسك في قائمة أولوياتك أنت إذا ما كنت في صحة جيدة وفي نفسية جيدة وجسدك ما كان سليم لا يمكن أن أنت تقدمين الحب والرعاية والاهتمام لباقي أحبائك فدائما حبطي نفسك في أول الأولويات وبعدين الباقي يونعقب دكتورة صحيناك دكتورة جويرية يوسف آل علي استشاري أمراض القلب في مستشفى راشد أنا وايد استمتعت بالحديث معاك أكيد المستمعين بعد استمتعوا في هذا الموضوع والحديث معاك يعني لا يمل دكتورة شكراً على وقتك الثمين وعلى معلوماتك الجدد قيمة يعطيك ألف عافية دكتورة كانت معنا الدكتورة جويرية وحدثتنا عن أمراض القلب وبالأخص في النساء مستمعين أرجع وعيد وزيد أقول لكم أن حطوا نفسكم في رقم واحد في قائمة الأولويات عنكم اهتموا في نفسكم اهتموا في صحتكم اهتموا في صحتكم الجسدية النفسية إذا حسيتم أه إذا حسيتوا أنكم تحتاجون مساعدة إذا حسيتوا أنكم مبعا بعضكم دائماً أرجووا وطلبوا المساعدة لا تأجلون اهتمامكم بأنفسكم لأن عشان أنتوا تقدمون الرعاية والاهتمام للبقية لازم أنتوا تكونون في كامل صحتكم وعافيتكم هذه كانت فقرتنا لليوم عن أمراض القلب أنا بستغل آخر كم من دقيقة أذكركم مستمعين الأعزاء بادروا بأخذ موعد لحصولكم على اللقاح كل اللقاحات المتوفرة في هيئة الصحة لازم تاخذون موعد عشان تحصلون عليها لقاحاتنا المتوفرة في هيئتنا ثلاثة أنواع اللقاح ساينوفارم أوكسفورد أسترازينيكا وفايزر بايونتيك كلها متوفرة كلها بإمكانكم يا إما أنكم تتصلون في مركزنا ثمانمية ثاتة أربعة ثنين أو تدخلون موقع الهيئة وتحصلون على موعد لأخذ جرعتكم الأولى إذا أنتوا لين حين ما حصلتوا على جرعتكم الأولى أباكم على طول يعني من عقوب ما أخلص حلقتي تتصلون وتحصلون على أقرب موعد لحصولكم على هذه الجرعة وخصوصا إذا كنتوا من ضمن الفئات المستهدفة والفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19 اللي هم كبار السن أي حد فوق الستين سنة لازم يبادر ويحصل على اللقاح أي حد عنده أمراض مزمنة أنا شو أقصد بأمراض مزمنة اللي عنده الضغط السكار أمراض القلب والشرائين أمراض الكبد الكلا أمراضك عديدة المرض المزمن هو المرض اللي يظل معاك فترة طويلة وما لعلاج أنت كله اللي تسوي أنك تسيطر على هذا المرض إذا أنت كنت من ضمن الأصحاب الأمراض المزمنة لازم أنت تبادر وتحصل على اللقاح أصحاب الهمم أيضا لازم إحنا ما ننساهم ونبادر لأخذ موعد لحصولهم على هذا اللقاح مستمعين اللقاح متوفر أسمى ذكرت لكم الفئات والأماكن كلها موجودة والطريقة جدا سهلة تتصمون على ثمانمية ثاثة أربعة ثنين أو إذا أنتم كنتوا من النوع اللي حاب يستعمل التقنية الحديثة تدخلون على تطويق هيئتنا وتحصلون على موعد للقاحات مستمعين الأعزاء بعد حابة أنا أذكركم في بعض المعلومات عن اللقاحات المتوفرة عنا فيه الهيئة اللقاح الأول فيزر بيونتيك هو عبارة عن جرعتين ينعطى بينهم يكون مدة الفترة الزمنية بينهم 21 يوم أوكسفورد أسترازينيكا أيضا جرعتين لكن الفاصل الزمني بينهم 10 أسابيع وساينوفارن الجرعتين والفاصل الزمني 21 ثم 28 يوم سبب الاختلاف فيما بينهم لأن كل واحد يشتغل بتقنية معينة لذلك يكون فيه اختلاف الفاصل الزمني بين الأنواع لقاح بايزر بايونتيك يشتغل بتقنية الحامض الريبوزي المرسال اللقاح أوكسفورد أسترازينيكا عن طريق الناقلات الفيروسية ساينوفارم هو فيروس غير نشط كلهم في النهاية تقوم يعني صح أنهم يشتغلون بتقنيات مختلفة لكن في نهاية المطاف كلهم يقومون بتحفيز جهازنا المناعي عشان يقاوم الفيروس اللي يسبب لنا كوفيد 19 لكن هو ما يسبب لنا المرض يعني اللقاحات كل اللي تسوي أنها تعلم جهازنا المناعي كيفية مقاومة الفيروس لكن اللي يقول أنه يسبب لنا المرض هذا الشيء غير صحيح اللقاحات فقط تقوم بتدريب وتقوية جهازنا المناعي عشان يعرف يحارب هذا الفيروس هذه كانت حلقتنا لليوم أتمنى أنه قدرنا انفيدكم ولو بالقليل المستمعين الأعزاء قدرنا يعني نذكر لكم العديد من المواضيع الشيقة أتمنى أن نقدر انفيدكم دائما وأبدا في المواضيع المختلفة إذا كانت عنكم أي اقتراحات ابعثونا اقتراحاتكم على أرقام التواصل معنا على الرسائل النصية وإحنا إن شاء الله بنحط اقتراحاتكم في مصابعينا وبنتأكد أنه إحنا بنحدثكم عن كل المواضيع اللي تهمكم كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي كل الشكر للاستاذ أحمد سلام اللي كان معانا اليوم في التنسيق والمتابعة وطبعا كل الشكر للمخرج المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن سرحيل كانت معاكم مقدمتكم الدكتورة هند العوضي ودمتم بصحة وسعادة مستمعين صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مستمعين